انهى الفريء الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي مرانه المساء يوم السلساء والذي اقيم على الملعب الرئيسي باستاذ الاسماعيلية استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في اطار مباراة الجولة الثانية من مباراة الدور العام وادى اللاعبون تدريبات الاحماء وتدريبات بدنية تحت اشراف احمد سامح مخطط احمال الفريء كما قام الجهاز الفني بقيادة اهاب جلال المدير الفني بتأسيم اللاعبين الى مجموعات من اجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية وخصص المدير الفني ومعاوني فقرة تدريبية للتدريب على القراط العرضية والضربات السبت وتابع سناء مجلس ادارة النادي الاسماعيلي احمد عبد الرحمن وشوق عوض مران الفريء كما تابع ايضا على ابو جريشة المشرف العام على القرى واعمال سليمان نائب المشرف العام واسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي ومحمود جابر مدير قطاع الناشيين ومعهم سيد حسن لاعب الاسماعيل السابق مران الفريء من ارض الملعب واكد هشام مصطفى طبيب الفريء واعضاء الجهاز الطبي خلوه قائمة الاصابات من اللاعبين استعدادا لمواجهة زعيم الصغر واتم اعضاء الجهاز الاداري للفريء الاول كافة الاستعدادات الادارية للمباراة القادمة وجلس على ابو جريشة المشرف العام على القرى مع الشركة المسؤولة عن تحديث الملعب الفرعي رقم اثنين للاطمئنان على سير العمل وموعد استلام الملعب الذي سيستضيف تدريبات قطاع الناشئين والبراعي كما قامت ادارة الخدمات بالنادي الاسماعيلي بتجهيز مدرجات الدرجة التانية والمأسورة الامامية ومدرج الضيوف استعدادا لاستقبال جماهير الدرويش وسيد البلد يوم المباراة